المسايا من الميادين وفي عنوين ملفاتي لهذه الليلة الفيش السوري ومقاتلون المقاومة اللبنانية يسجلون تقدما سريعا في الهجوم الحاسم لإستعادة الزبدان المحاذية للحدود اللبنانية الاعلان عن حالة التواري على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوم السبسي يقرر فرض حال الطوارئ لثلاثين يوما ويقول ان تونس تعيش حربا لا هودة فيها مع الارهاب اهلا بكم هي معركة تمثل استكمالا لمعركة القلمون هذا ما بدأه الجيش السوري ومقاتلو حزب الله لاستعادة مدينة الزبدان في ريف دمشق باتجاه الحدود اللبنانية استعادة السيطرة على الزبدان تبدو جزءا من معركة الامساك بالأوراق الميدانية خصوصا بعدما فتحت الجماعات المسلحة جبهتي الشمال والجنوب وسجلت بعض التقدم بالتوازي تجري المعارك في حلب حيث اعتبر الجيش السوري ان خرق الجبهات خط احمر ابعاد معركة الزبداني والعمليات في حلب في المحور الاول للمسائية اما في المحور الثاني فنتوقف عند حال الطوارئ التي اعلنت في تونس وما يحمله ذلك من تداعيات امنية وسياسية حيث رأى الرئيس الباجي قيد سبسي ان تونس تعيش حال حرب وطالب بتعبئة شعبية مساندة للقوات المسلحة كلام السبسي تزامن مع سلسلة اقالة ابرزها كانت اقالة والي سوسة فهل ستطال حال الطوارئ الحياة السياسية وهل هي موضع اجماع وطني لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع مجزء لاهم الانباء مساء الخير في الشأن النووي الايراني كشف احد اعضاء الوفد الايراني المفاوض في فيينا للميادين عن الاتفاق على العودة الى مجلس الامن لعادة فرض العقوبات اذا اخلت ايران بالاتفاق واوضح عضو الوفد الايراني انه قبل فرض اي عقوبات سترفع الاتهامات بالخرق الى لجنة لدراستها وبعدها تحال على مجلس الامن واشار من جهة ثانية الان طهران ليست ملتزمة اي اسقف زمنية للتوصل الى اتفاق جيد لذلك لا تعارض تمديد المفاوضات واكد المفاوض الايراني تمسك بلاده برفع العقوبات بالتوازي مع تطبيقها ما يتطلبه الاتفاق منها نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في الوفد الايراني الذي يشارك بالمعرض البحري العسكري الدولي في مدينة سان بوتروسبورغ ذكره ان موسكو مستعدة لتزويد طهران بانواع مختلفة من المعدات العسكرية البحرية والاسلحة وقال المصدر ان الوفد الايراني اجرى محادثات مع الجانب الروسي تناولت سبل تفعيل تعاون العسكري بين البلدين واضاف ان الروس اقترحوا على ايران اعداد قائمة بالمعدات والاسلحة التي تحتاج اليها القوات البحرية الايرانية افاد مراسل الميادين في اليمن بان المقاتلات السعودية قصفت منطقة المخدر بصروح في مأرب شمال شرق البلاد وكانت طائرات التحالف السعودي قد شنت سلسلة غرات على جبل النهدين جنوب العاصمة صنعاء وفي المقابل قال مصدر عسكري يمني ان الجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع عسكرية سعودية في مدينة الخوبة الحدودية اكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الهجمات الاخيرة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء قد تم الترتيب لها من خارج مصر السيسي وخلال تفقده القوات المصرية في سيناء قال ان الهجمات الاخيرة لم تكن تستهدف شبه الجزيرة فقط لكنها تستهدف مصر وكرامة شعبها مشددا على عدم السماح لأحد بان يكسر ارادة المصريين السيسي ظهر في سيناء مرتديا البزة العسكرية للمرة الاولى منذ انتخابه رئيسا لمصر اعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل المطلوب يوسف الغمدي في تبادل لاطلاق النار في محافظة الطائف الداخلية السعودية كانت قد اعلنت في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الغمدي من مؤيد تنظيم داعش كما اشارت الى انه سبق ان ادينا في قضية جنائية اخلاقية وحكم عليه بالسجن ست سنوات وبالف جلدة كما سجلت ضده قضايا تعاطي مخدرات ختم الموجز عودة لمتابعة ملفات المسائية مع عيمات شنت صباح اليوم قوات من الجيش السوري والمقاومة اللبنانية هجوما مباغتا ضمن عملية واسعة في مدينة الزبدان في ريف دمشق من اربعة محاورة رئيسية وبدأ الهجوم بالتقدم برا تحت غطاء القصف المدفعي وجوي وقد نجح الجيش والمقاومة اللبنانية في عزل المدينة وقطع اوصالها والتقدم شمال شرق قلعة التل في منطقة الجمعيات غرب مدينة الزبدان بعد السيطرة على القلعة هكذا بدى مشهد مدينة الزبدان قصف عنيف وصواريخ تتساقط في عدة محاور مصدرها مرابض الجيش السوري وحزب الله بدى واضحا ان هذا القصف جاء تمهيدا للتواغل داخل المدينة حيث اتخذ الجيش السوري قرارا باعادتها الى كنف الدولة وطرد المجموعات المسلحة التي دخلتها منذ عام 2012 فجر السبت بدأ الهجوم على الزبدان بعملية عسكرية من قبل الجيش السوري ومجاهدي حزب الله الهجوم اعتمد على كثافة النيران وانطلق من سبعة محاور شملت 150 نقطة بحسب مصدر ميداني الجيش السوري استخدم في هجومه على موقع المسلحين في مدينة الزبداني سلاح الجو حيث نفذت الطائرات الحربية السورية عشرات الغراط ضد هذه المواقع ممهدا لتقدم قوة المشاة الجيش السوري وحزب الله احكمات طوق على المسلحين في المدينة وحصروها من جهات عدة قبل ان يبدأ التقدم مع ساعات الفجر وينجح في السيطرة على قلعة التل المعروفة بقلعة الكوكو غرب مدينة الزبداني والتي تشرف على كامل منطقة الجمعيات وسط تراجع المجموعات المسلحة الى وسط المدينة كما نجح الجيش السوري وحزب الله في قطع الطريق الرئيسي الشمالي لمدينة الزبداني ومن ثم عزلها عن بلدتي سرغايا وعين حور ما يعني قطع طريق الامداد عن المسلحين داخل المدينة وتنضم الينا من دمشق مديرة مكتب الميدين ديما نصيف ديما مرحبا بك ما هي اخرى التطورات الميدانية في منطقة الزبداني وتحديدا وما هي اهمية هذه المعارك الان نعم مساء الخير عماد بداية طبعا يعني كما علمنا قبل قليل بأن قوات الجيش والمقاومة اللبنانية بدأوا بالتقدم داخل بعض احياء مدينة الزبداني يبدو بأن السيطرة على قلعة التل إلى الغرب من المدينة أو على التلالة الغربية للمدينة قد مهدت لدخول أو لإمكانية تقدم عناصر الاقتحام والمشات للجيش والمقاومة وبالتالي أصبح هناك تقدم بري بشكل مهم داخل هذه الأحياء أي الأحياء الغربية للمدينة طبعا بكل أحوال كما ذكر في التقرير عماد وكما كنا نتحدث طيلة النهار بأن هذه العملية كانت مهمة جدا لعدة أسباب طبعا بداية الموقع الاستراتيجي لمدينة الزبداني كيف تم التمهيد لهذه المعركة وأيضا إلى ماذا ستنتج وكما أيضا يقال بأنه هي استكمال لمعارك الجرود وبالتالي هي واحدة من محطات هذه المعارك لكن الزبداني تملك فقط للإضاحة بأنها تملك أهمية استراتيجية كبيرة للغاية لجهة أن هذه المدينة تقع بالقرب من شريان حيوي ومهم هو طريق دمشق لبنان وبالتالي من المهم بمكان أن تكون السيطرة مطلقة وكاملة على هذه المدينة أيضا هي تستكمل معارك الجرود أي لا يمكن لمعارك جرود القلمون أن تستكمل بكامل عناصرها من حيث تأمين الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان بدون إنهاء معركة الزبداني التي تنهي إذا ما استكمل الجيش والمقاومة السيطرة عليها تنهي آخر المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المسلحون عبر منطقة حام ومعربون باتجاه لبنان ولكن فقط نعم لو سمحت لي فقط أشارتي إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الزبداني أرجو أن تتوقفي ونشاهد سوية مع المشاهدين يعني أن نطلع من زميلنا علي مرتضى على أهمية الزبداني في المعارك مع التكفيريين في سوريا وما علاقتها أيضا بمعارك جرود القلمون التي أشرت إليها أيضا تقرير علي مرتضى أهلا بكم بعد معركة القلمون تتجه الأنظار الآن إلى مدينة الزبداني الجيش السوري ومقاتل حزب الله بدأوا هجوما موسعا لاستعادة المدينة من المجموعات المسلحة ولكن لماذا الزبداني وما أهميتها العسكرية والستراتيجية تبلغ مساحة الزبداني حوالي 395 كم مربعا وهي لطالما شكلت مدخلا للسلاح والمسلحين من لبنان إلى مناطق القلمون أهمية الزبداني تكمن في عدة أسباب أولا لقربها من لبنان حيث تبعد ما يقارب 10 كم عن الحدود اللبنانية السورية ثانيا لقربها من العاصمة السورية دمشق حيث تبعد عنها 45 كم فقط كما أن المدينة تقع في الوسط بين دمشق وحمص ومنطقة الساحل في الشمال وهي تشكل واحدة من المدن السورية الكبرى التي تسيطر عليها المجموعات التكفيرية المعلومات تتحدث عن وجود ما يزيد عن 1500 مسلح فيها ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية ولطالما اتخذوا منها منطلقا لتحركاتهم مصادر المسلحين داخل المدينة ذكرت أن الهجوم على مواقعهم ينطلق من سبعة محاورة وتحديدا من التلال الغربية للمدينة من منطقة قلعة التل وهي منطقة حاكمة تشرف على جزء كبير من الزبداني التي باتت محاصرة من القوة المهاجمة والقصف التمهدي يطال كل مواقع المسلحين انطلاقا من 150 نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري والمقاومة يتساءل كثيرون عن معنى الحسم في الزبداني والجواب يكمن أولا بتأمين الحدود اللبنانية بالكامل فالعملية هي استكمال للعمليات الجارية في جرود القلمون لتطهير الشريط اللبناني السوري من المجموعات المسلحة وأقفال معابر الإمداد والتهريب مع لبنان إضافة إلى تأمين ريف دمشق الغربي ومن ثم تأمين العاصمة دمشق السيطرة على المدينة تلغي أيضا أي مخاطر مستقبلية للمجموعات الإرهابية على خط بيروت دمشق وتسمح للجيش السوري بالقيام بعمليات عسكرية مريحة في مناطق وجود المجموعات التكفرية في ريف دمشق لإبعادها أو محاصراتها أو الحد من إمكانية تحركها وينضم إلينا هنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد عباس مرحبا بك سيادة العميد أهلا فيك شاهدنا التقرير شكرا لك طبعا شاهدنا التقرير ويبدو أنه ثمة معطيات كثيرة على الأرض تدفع إلى الاتقاد أن المعركة قد لا تكون طويلة وأن الجيش السوري ومقاتلي حزب الله قادرون على حسم هذه المعركة بسرعة لكن ما هي النتائج الإيجابية إذا كان لنا نتحدث عن هكذا معركة طبعا المعركة مفاجأة لأنه حتى المقاومة والجيش العربي السوري منذ أيام نفوا أنه هناك عملية في الزبداني وهذا من ضمن تضليل العدو عن هذه المسألة وهذه تختلف عن ما حصل في القلمون نحن نعرف أن ما حصل في القلمون بدأ الحديث عن عملية عسكرية منذ أشهر يعني منذ أشهر قبل بدء العمليات منذ شهرين بالزبداني كان هناك حديث عن مصالحات ولكن كان الموضوع يتجه من الناحية الواقعية نحو الحسم لأن أصم من المسلحين اللي فروا من عسال الورد والطفيل أجوا باتجاه الزبداني يعني أصم من المسلحين راح باتجاه الزبداني وأصم فر أمام المقاومة شمالا يعني أصبح فيها تجمع فقط للإشارة المشاهدين وهذه بعض الصور من المنطقة التي شهدت المعارك التي أطلقها الجيش السوري ومقاتلو حزب الله في منطقة الزبداني هذه بعض أعمدة الدخان التي ترتفع هي صور منذ الصباح نبثها ولكن فقط للإشارة إليها في هذه المسائية نكمل لو سمحت وضعنا المقاطعة فالمسلحون كانوا يتوقعون أن تستأنف المقاومة عملياتها في قرى القلمون في ريف القلمون يعني بالإضافة للقرى التي تمت سيطر عليها منذ حوالي عام وباتجاه المعارك التي حصلت أخيرا جاءت العملية في الزبداني وهذا الأمر منطقي وموضوعي لأن الزبداني هي نقطة تحدثت ديمة عنها والأستاذ مرتضى عن أهمية استراتيجية طبعا الزبداني هي نقطة وصل ونقطة انطلاق للمسلحين يعني باتجاه المسلحين الذين كانوا يأتون من الجنوب ويتسللون عبر الأودية كانوا يمرون عبر الزبداني إلى جرود عرسال إلى جرود راسب علبك والآع يعني كانت هي نقطة التلقي نسميها بالعسكري نقطة التلقي التي كان يأتي تستوعب أو تتلقى المسلحين القادمين من الجنوب يعني من ريف لقنيترا ونقطة جبل الشيخ نقطة مهمة جدا طبعا كمان حجم الجغرافي وحجم السكاني فهذه المدينة كانت يعني عقدة وصل بين كل المناطق سواء باتجاه الغرب باتجاه كفر زبد وباتجاه مجد العنجر باتجاه الشمال باتجاه سرغاية وحامو ومعربون داخل الأراضي اللبنانية ثم باتجاه من الشارق باتجاه دمشق يعني هذه كانت نقطة اتصال وكان عمليا العملية الأخيرة للمقاومة في القلمون هي قطعت حتى كل التقديرات والمحللين أشاروا أنه قطعوا الزبداني عن الريف عن شمال القلمون يعني كانت العملية تهدف إلى قطع التواصل بين جرود عرسيل وراسب علبك وما بين ريف دمشق والقنيترة وريف القنيترة لأنه العدو كان العدو الإسرائيلي كان يرغب في إقامة حزام أو كوريدور يمتد من الجولان مرورا يعني ريف القنيترة سفح جبل الشيخ الشرقي ثم مرورا بقاع الأوسط وصولا إلى الزبداني ووصولا إلى عرسيل هذه الزبداني بهذه النقطة تم حاليا يعني السيطرة بنسبة 90% على السلسلة الشرقية من شمال على السلسلة الشرقية شمال طريق الشام وتسمحني فقط بالعودة إلى زميلاتنا ديمة نصيف وديرة مكتب الميدين في سوريا ديمة مساحة الزبداني تبدو كبيرة حوالي 400 كم مربع وهذه ليس بالأمر السهل على الجيش السوري الذي يحارب طبعا ويعاونه مقاتلو حزب الله وأيضا اللجان الشعبية ولكن إذا ما نجح الجيش وحزب الله في السيطرة على منطقة الزبداني كنت تشيرين إلى شريط حدودي يمكن أن يمتد طويلا ويمكن أن يقطع أي تواصل بين لبنان والسوريا بما يمنع ربما وصول مساعدات إلى المسلحين نعم في الحقيقة عماد يجب الإشارة بداية إلى أن الجيش السوري عندما بدأ هو المقاومة هذه العملية كانت هناك سيطرة على التلال الغربية وبسقوط قلعة التل هذا يعني بأن الجيش السوري والمقاومة قد استكمل السيطرة على هذه التلال الغربية أو على الجبل الغربي المطل على مدينة الزبداني التي تقع في منخفض بين التلال حاكمة في النجاح الغربية التي سيطر عليها الجيش السوري والمقاومة وبعض التلال الشرقية التي لا يزال يتواجد فيها جيوب مسلحة وبالتالي المدينة الزبداني هي ساقطة بالمعنى العسكري لأن الجيش بات يشرف بالنار على كامل المدينة كما شهدنا أيضا في أصوار الخاصة للميادين وهو من الواضح كيف أنه يحكم السيطرة بالنار سواء بالقصف المدفعي بالقصف الجوي بكل التفوق الناري الذي يبديه الجيش والمقاومة في هذه المعركة لكن المعركة الحقيقية وقد لا يكون هناك وقت كبير لأن يمسك الجيش والمقاومة بالمدينة نفسها إلى جانب عوامل أخرى سأتي على شرحها ولكن المعركة الحقيقية في هذه المنطقة هي في التلالة المرتفعة للزبداني على غرار مكانة في القلمون يعني معركة بلدات القلمون لم تكن بالمعارك الكبيرة أو استهلكت زمنا طويلا مع الجيش والمقاومة لأن هناك كان عناصر مساعدة للامساك بهذه البلدات وخاصة أن المسلحين فروا باتجاه الجرود أهم النقاط التي أو المعركة الحقيقية للزبداني هي في الجهة في المرتفعات الشرقية وخاصة في مرتفع البرج الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1850 متر وبالتالي هذا المرتفع يشرف على كامل سهل البقاع الأوسط يشرف على صرغايا على الزبداني على هريرة على كثير من المناطق المحيطة بالزبداني وبالتالي هنا ستكون المعركة الحقيقية وسقوط المنطقة كاملة عسكريا بيد الجيش والمقاومة وبالتالي تستكمل لأنه أيضا يغلق آخر المعابر الغير شرعية التي يلجأ إليها المسلحون عبر حام ومعربون لكن فقط عنصر إضافي فقط بسرعة عماد من خطلك هناك أيضا عنصر إضافي لسقوط المدينة سريعا أو للامساك بالمدينة سريعا أن العناصر المسلحة لا شك أن هناك عناصر متشددة وتكفيرية هي لجأت إلى الزبداني منذ بداية المعارك القلمون بشكل عام ولكن العنصر الأهم والتواجد الأكبر هو للمسلحين المحليين أي أولاد المناطق وهذا ما يفسر بأنه لم يلجأ للإصناد للمقاتلي أو لمسلحي الزبداني لا مقاتلي سرغايا لا مقاتلي مضايا لا مقاتلي أي من المناطق المحيطة لأنها ذات بنى عائلية وذات بنى تسند بعضها بمبدأ مختلف تماما عن الحالة التي تجريها الفصائل المسلحة بالالتحام أو بالتوحد أو بأن تشكل فصائل موحدة أو غرف عمليات وبالتالي هذه عنصر قد يسرع في إنهاء هذه المعركة وأيضا هي مجموعات قابلة للتسويات إن رضي الجيش والمقاومة بمثل هذه التسوية لكن ليس أمام المسلحين في هذه المنطقة تحديدا اليوم سوى القتال حتى النهاية أو الاستسلام للجيش والمقاومة خاصة كما ذكر في التقرير بأنه مع إغلاق الطريق الشمالي قطع كل طريق إمداد أو إمكانية انسحاب لهؤلاء المسلحين من الزبداني بناء على ما قلته ديما أعود إليك سيادة العميد يعني مع قطع كل طرق أمام طرق الانسحاب تحدث بالنسبة للمسلحين الذين التجوا إلى الزبداني ما الذي يمكن أن يكون عليه مصيرهم يعني القتال حتى الرماق الأخير يعني هناك لازال طرق هناك أوضية عميقة وطرق التفافية يستطيع المسلحون سيرا على الأقدام استخدامها والاتجاه إما باتجاه الغرب إما باتجاه الشرق باتجاه دمشق ولكن بأعداد ليست فعالة يعني سيفرون إفراديا أو بمجموعات صغيرة أما موضوع الزبداني ومن خلال الشرقية من الزبداني هي التي تشرف على المحاور سواء على طريق بيروت دمشق يعني من خلال يابوس وكفار يابوس وليش أنه علينا عمليات منذ حوالي ثلاثة شهر المسلحين واستعاد الجيش العربي السوري بسرعة لأنه هددوا طريق دمشق بيروت يعني الزبداني أهميته أنه هذه نقطة تجمع كبيرة للمسلحين جغرافية واسعة سكانة عمليا مؤيدين للمسلحين بغض النظر عن الانتماءات والذي ذكرته الأخي ديمة أنه المسلحين هم أبناء القرية وكان هناك حديث عن مصالحات وهذا ما أشرت إليه منذ قليل كان هناك حديث عن مصالحات ولكن بعد معركة القلمون فر مئات المسلحين باتجاه مسلحون نصرة تحديدا يعني هؤلاء لا يساومون ولا يتصالحون مع أحد يعني لا ما بيمشوا بالمصالحة بأي حديث عن المصالحة عملية السيطرة على السلسلة الشرقية أصبحت شبه كاملة باستثناء الشمال السيطرة نارية ولا السيطرة على لا السيطرة على الجيش العربي السوري والمقاومة وسيطر حاليا على كامل السلسلة الشرقية باستثناء بعض الجيوب وعمليا أقفلت 90% من المعابر لم يبقى عمليا من تواصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية إلا في الشمال عند الجراجير وصوب قمة الزمراني هذه المنطقة التي لازال فيها داعش وهذه المنطقة يستطيع المسلحون منها الانطلاق باتجاه تدمر باتجاه دار الزور حتى وصولا إلى دار الزور عندما يستكمل الجيش العربي السوري والمقاومة يعني أنا بتقديري العملية اللاحقة للزبداني عندما يتحدثون عن قرى ريف القلمون هذه القرى لن تعود ذات أهمية طالما المركز الرئيسي اللي هو الأراضي اللبنانية اللي كانت موجودة بعرسال أو بعكار سابقا وأيضا حاليا الزبداني كنقطة ارتكاز ودعم للمسلحين ونقطة انطلاق ودعم لوجستي للمسلحين ستسقط هذه القرى تباعا وعندها ليس بحاجة لعملية كبيرة البعض أنا سمعت العديد من المعلقين كانوا يقولون أنه سيتم تنظيف قرى القلمون أنا بتقديري هذا تحصيل حاصل سيحصل لاحقا لأنه القرية اللي ما بتم تنظيفها يمكن أن تجري فيها مصالحات ويمكن أن تحصل لأنه يصبح المسلحون معزولون يعني المسلحون يصبحون معزولون طبعا أهمية الزبداني مثل ما قالنا هي نقطة التواصل مع دمشق التواصل مع القلمون التواصل مع الجنوب مع قرى جبل الشيخ محاور رئيسية ضرورية طبعا نقطة مهمة جدا أنا بتقديري أصبحت يعني هي طريق دمشق عمليا لم تهدد خلال أربع سنوات لأنه الفيلة التانية لجيش العربي السوري كل مواقع حول هذا المحور حول هذا الطريق وكان يمنع أقفاله يعني المسلحون نزلوا لبضع ساعات منذ حوالي ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ثم استطاع الجيش السوري السيطرة حاليا يعني يزول أي خطر يعني عندما تفكر بأي عملية المسلحين عندما كانوا يفكرون بأي عملية لإغلاق طريق بيروت دمشق كانوا يفكرون بالانطلاق من الزبداني حاليا عندما يتم السيطرة على الزبداني ستصبح هذه المنطقة آمنة على كل حال سيدة العميد وزميلتنا ديما نعلم جميعا أن الجيش السوري وجه أكثر من جبهة يعني يقاتل على أكثر من جبهة خصوصا يعني الجبهة الجنوبية كانت في الفترة الأخيرة لكنه نجح في صد هذا الهجوم الذي قامت به غرفة عمليات موك من الأردن ولم ينجح المسلحون في تحقيق أي اختراق هناك جبهة أخرى جبهة حلب الجيش السوري الآن ولجان الدفاع المحلية شنان هجوما من أجل استرجاعي مركز البحوث العلمية الذي سيطرت عليه الجماعات المسلحة الجيش السوري كان قد حافظ على نقاط تمركز متقدمة خارج حلب في الجهة الغربية التي تعد عمق الجماعات المسلحة مثل كتيبة المدفعية ومركز الفاميلي هاوس تقرير ريدالباشا لم تكد تنضي ساعات على سيطرة الجماعات المسلحة بقيادة جبهة النصرى على مركز البحوث العلمية غرب حلب حتى أطلق الجيش السوري عملية مضادة لاستعادة السيطرة على المركز الذي يبعد عن الأحياء السكنية في حلب الجديدة قرابة الكيلومتر الواحد مسافة تعد فاصل أمان للمدينة فاصل يمتد فوق أرض جرداء ما يحول دون تمكن النصرى من استخدام عنصر الانتحاريين في المعركة التي امتص الجيش السوري الهجوم الأقوى فيها نحن الآن في كديمة الدفاع الجوي غرب جمعيد الزهراء وتبعد عن مدينة حلب إلى الغرب حوالي خمس كيلومتر وتعتبر نقضة متقدمة للجيش العرب السوري بالدفاع عن حلب الشاباء حيث تطل على صلاة الليرمون من جهة الشمال وقرية الليرمون إلى اليسار قرية كفر حمراء ومن ثم معارة الأرتيق وقرية بابيس وبلا المعارة وبلا الشويحني وإلى اليمين قرية المنصورة التي تعتبر مستقر ومقرر مسلحي أهمية نقاط الجيش تنبع من إشرافها على أي تحرك للجماعات المسلحة في منطقة البحوث العلمية ولعل هذا ما جعل هذه المواقع العسكرية هدفا لهجمات المسلحين قبل التوجه إلى مركز البحوث تعرضت الكتيب مؤقرا لهجوم من العصابات الإرهابية المسلحة هجوم يعتبر من الأعنف حتى من بداية الأزمة والحمد لله بتضافر الجهود أبناء الجيش العربي السوري المقاتلين أشداء مع اللجان الشعبي وعناصر الدفاع الوطني وكل فعاليات حلب الشرفاء استطعنا أن ندحر الإرهابيين ونكبدوهم وأفتح الخسائر في اليوم الثالث للمرحلة الثانية لما سمي معارك فتح حلب تبقى المدينة خالية من أي أعلام لجبهة النصرة وتظل الأمور رهن هجوم الجيش السوري المضاد وقدراته على إحباط أي هجوم للمسلحين على الرؤم من كافة محاولات الجماعات المسلحة التقدم باتجاه أحياء حلب الغربية إلا أن الجيش السوري ما يزال يسيطر على نقاط هامة تعتبر خارج المدينة وتعتبر فاصل بين الجماعات المسلحة وأحياء حلب الغربية سواء في جمعية الزهراء أو في حلب الجديدة رضا الباشا من كتبة المدفعية حلب الميادين وأعود إلى زميلتنا ديمة نصيف من دمشق شاهدنا سوية هذا التقرير من سوريا طبعا هناك تطورات ميدانية لفتة الجيش السوري نجح في صد هجوم يعني كما شاهدنا في هذا التقرير هو الأعنف ولا يزال يبدو أنه لا يزال مستمرا لكن يبدو أن الجيش السوري أيضا نجح في استعادة زمام المبادرة وبالتالي هذا الأمر يمكن يعني أن يسجل له خصوصا بعد أيام عديدة أو بعد فترة شهدت بعض التراجع إذا ما جاز التعبير للجيش السوري تدمر على سبيل المثال هل يمكن أن نعتبر أن الجيش السوري الآن استعاد زمام المبادرة على الأرض ونجح في صد عدة هجمات ومنها الهجوم على المجمع حيث دخل إلى بعض أجزائه جددا في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أجيب يعني بالعلم العسكري ولكن يعني على اعتبار أننا نعمل في الميدان دائما ونتابع كل التطورات على الأرض أستطيع القول وكأن هناك بما يشبه الاحتفاظ بالنقاط المهمة والرئيسية والتي تشكل قاعدة لانطلاق الجيش السوري في أي عملية مستقبلية أو يعني وشيكة ينوي القيام بها يعني ما حدث فيه هناك خطوط حمراء يعني من الواضح بأن الجيش السوري لا يتهاون فيها ولا يتهاون في استعادتها على عكس ربما القرارات التي تكون في مناطق أخرى من حيث أن يأتي القرار بالانسحاب أو إعادة الانتشار لأنها تكون ربما ليست في أجندة أولويات الجيش ولكن عندما نتحدث عن مدينة بأهمية حلب وبأهمية الإبقاء على سيطرة الجيش السوري على الأحياء الغربية من هذه المدينة ومنع أي اختراق أو تسلل يعني ليس فقط في البحوث العلمية عندما كان هناك أيضا هجوم على مبنى المخابرات الجوية أيضا هجوم على جمعية الزهراء لم يتهاون الجيش للحظة حتى يعني سيطرة المسلحين لم تتجاوز الساعات حتى عندما كانوا يتمكنون من إحداث خرق أو تسلل أو يعني دخول إلى واحدة من هذه المناطق الحيوية والمهمة بالنسبة للجيش لكن لم تستمر هذه السيطرة إلا لساعات أو حتى لأيام قليلة ولكن المسلحين طبعا سعوا إلى استثمار ربما اختراق هذا الاختراق الذي نجح في تحقيقه داخل المجمع عبر توزيعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت بالتالي الآن عندما تتحدثين عن خطوط حمر يعني للجيش السوري فهذا يعني أن حلب لا تزال آمنة أنا لا أستطيع أن أقول أنها لا تزال آمنة ولكن نستطيع أن نتحدث كيف تم صد هجوم على مدينة درعا رغم كل الحجد الذي كان لمدينة درعا ورغم كل الحجد الإعلامي ضمن الفصائل المسلحة هناك أكثر من خمسين فصيلة مسلحة كانوا يحشدون لهذه المعركة ومع ذلك لم يتمكنوا من إحداث اختراق أو إمكانية الوصول لأهداف هذه المعركة وتم صد الهجوم على مدى أكثر من يوم عالم بكل الأحوال حتى لم نتحدث عن ما هو مصير درعا في الأيام المقبلة لكن على الأقل ما هو خطر وما هو سيء جدا كان في هذا الهجوم وفي هذا التحضير قد انتهى أيضا بما يتعلق بمدينة حلب لم تتمكن المجموعات المسلحة ولا حتى الحجد الإعلامي ولا كل ما تم الحديث عنه من إحداث ما كان منوي إحداثه عندما نقول بأن معركة من أجل قصف حلب أو استعادة حلب لم تتحقق الأهداف وطبعا نحن نتكلم بالمنطق العسكري يعني هناك الكثير من الناس الذين يقولون بأنه لماذا تقدم الجيش في هذه المنطقة وكيف يتم الحديث عن وصف هذه المنطقة وكيف يتم الانسحاب من تلك المنطقة لو تسبحين لنا بالاطلاع على رأي العميد المتقاعد محمد عباس سيد الكريم طبعا هناك إخفاقات سجلت في الفترة الأخيرة ولكن هناك إنجازات ونجحات أيضا سجلت للجيش السوري خصوصا في الفترة الأخيرة صد عدة هجمات لا بل يمكن القول أنه استعاد زمام المبادرة أو على أكثر من الزبداني إلى حلب الجيش السوري حاليا يعتمد استراتيجية جديدة تماما لأنه بعد أربع سنوات واستمرار زخم الهجوم على سوريا الهجوم العدواني على سوريا لا زال بنفس الزخم يعني إذا كان البعض يتحدث أنه الزخم بالهجوم على سوريا تراجع هذا غير صحيح الزخم لا يزال قائما ولو كان تغيرت بعض الأولويات عند بعض الدول الدول المعادي لسوريا يعني هناك دول لا تزال تسعى إلى إسقاط النظام وإسقاط الدولة السورية وهناك دول تسعى إلى ضعاف النظام الأثنان يلتقيان على استمرار العمليات وانتزاع مناطق من الجيش العربي السوري لذلك الجيش العربي السوري لا يمكنه السيطرة بحجمه على كامل الجغرافية السورية ولكنه عزل ولكنه استعاد المبادرة وبات في موقع وجومي الجغرافية السورية لا يمكن السيطرة عليها بالكامل لذلك استراتيجية الجيشية الاحتفاظ بالمناطق الأكثر أهمية من الناحية استراتيجية والتخلي عن بعض المناطق الأخرى هذا لا يعني أن كل سوريا هي مهمة ولكن هناك نقاط ومواقع تشكل بيضة القبام في موضوع السراع مع المسلحين حلب أنا أعتقد ضمن هذه الدائرة الجنوب ضمن هذه الدائرة يعني هذه القرى أو هذه المدن هي المدن ذات أهمية استراتيجية القرار يعني أنا أتحدث عن القرار بغض النظر عن حجم العمل الذي قد يقوم به المسلحون بدعم سواء غرفة الموك في الجنوب أو بدعم تركيا من الشمال يعني هذه حلب من ضمن هذه المناطق التي هناك قرار بعدم بالحفاظ عليها أيضا الجنوب كما ذكرنا هذا لا يعني أنه في هذه المناطق لا تسقط هذه النقطة أو هذه النقطة لأنه المعارك كر وفر عندما تقوم بحشد قوة بشكل كبير جدا وتستهدف منطقة محددة كما حصل في مركز البحوط يستطيع المسلحون أخذه ولكن عندما يكون القرار بالحفاظ على منطقة محددة من قبل الجيش العرب السوري يستطيع الجيش العرب السوري المبادرة واستعادة هذه المواقع كما حصل في درعة الوقت يدهمنا لو سمحت بالسؤال صغير وباختصار ماذا بعد الزبداني برأيك سيدة العمير؟ أنا في تقديري يعني بعد الزبداني يعني استكمالا للسؤال الأول بعد الزبداني الجنوب أنا برأيي الجنوب يعني ريف دمشق الجنوبي والجنوب الجنوب الغربي وصولا إلى سفح جبل الشيخ الشرقي لحتى إقفال كامل الحدود اللبنانية السورية لأنه من جهة الجنوب والبقاء الأوسط لازل هناك مسارب وخاصة يعني حتى قطع الطريق مع إسرائيل يعني وصولا طبعا ما هو العدو العدو كان يصل بطريقة غير مباشرة من قبل المسلحين حتى أرسال العدو كان موجودا من خلال المسلحين حتى في جرود أرسال حاليا أنا في تقديري الأنظار ستتوجه مستقبلا إلى جنوب دمشق يعني إلى سفح جبل الشيخ الشرقي مزرعة بيت جن جباة الخشب في القنيطرة هذه المناطق التي لا يزال المسلحون يسيطرون عليها وتشكل تهديدا للعمق اللبناني أيضا يعني المخطط استراتيجي عند الجيش العربي السوري والمقاومة هو أكفال كامل الحدود اللبنانية السورية التي أريد لها منذ البدء أن تكون نقطة انطلاق باتجاه لإسقاط دمشق شكرا لك سيد العميد محمد عباس الخبير الاستراتيجي شكرا أيضا لزميلاتنا ديمة نصيف مديرة مكتب الميادين في سوريا وكانت معنا مباشرة في المسائية شكرا لكما أهلا بكم من جديد أعلن رئيس التونسي الباجي قيد سبسي حالة طوارئ في تونس وذلك بعد أسبوع على هجوم سوسا الإرهابي وحذر سبسي في كلمة متلفزة من احتمال انهيار الدولة إذا تكررت الهجمات الإرهابية كما حصل في سوسا والتي وصفها بالفاجعة الرئيس التونسي وقبل إعلانه قرار طوارئ أشار إلى لزمات الاقتصادية الاجتماعية وبخاصة البطالة التي تعنيها تونس لهذه الأسباب فأننا قررنا بعد أخذ رأي سيد رئيس مجلس نواب الشعب وسيد رئيس الحكومة الأعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوم كما عرفت حالة الطوارئ في القانون الـ 26 جامبي وقد تكون فرصة لخالية الإزمة الموجودة في الوزارة الأولى لتفسير تباعية هذا القانون السبسي رأى أن تونس بحالة حرب وتستلزم تعبئة شعبية متعهدا احترام حرية الصحافة والتعبير الموضوع هو في حالة حرب لا بد التصدي لها بما يستلزم يعني مجابهة الحروب لا شك أن الحرب القوات المسلحة لها دور لا بد تكون مستنفرة والقوات أيضا والحرس والبوليس ولكن هذه الحرب خاصة لا بد أن يقع تعبئة شعبية من أجلها وقد سابق أن قلت وأعتقد أني كنت قلت على حق أن الشعب التونسي ما كانش متهيل له الأمور هذه وقعدين نشوفه فيه كل يوم ولكن أيضا احنا مع ذلك لابد أن نحترم حرية التعبير ونحترم الصحافة هذا بدون رجعة لأنها هذو من مكاسب الثورة ومن العاصمة التونسية ينضم لينا الكاتب في صحيفة الشروق التونسية والمختص في شؤون القانونية السيد منجي الخضراوي سيد منجي مرحبا بك يعني شاهدنا هذا المساء ما قاله الرئيس التونسي الباجي قايد السفسي كلامه يعني يثير عدة أسئلة وتساؤلات حول يعني الهدف ربما والطريق الذي ستستكه تونس مستقبلا أو على الأقل في الأمد القريب بداية لماذا تأخر برأيك الرئيس السبسي في إعلان حالة طوارئ وانتظر ثمانية أيام قبل أن يعلن هذه الحال بعد جريمة سوسا نعم هو كان هناك مقترح على أساس أعلان حالة طوارئ بعد مدة صغيرة من حادثة سوسا لأن التحقيقات الأخيرة وما توصل إليه المحاققون والباحثون من معطيات توصلت إلى أن هناك إمكانية لاستهداف العديد من النقاط الحيوية والاستراتيجية في تونس وخاصة في العاصمة مما استوجب وضح حد لإمكانية هذا الإنفلات لأنه عندما يقول رئيس الجمهورية أنه ضربات أخرى مثل ما حدث في سوسا قد يؤدي إلى انهيار الدولة كان يعي ما يقول وكانت لديها العديد من المعطيات ربما أخترها ما توصل إليه المحاققون بعد الحصول على هاتف النقال أو الهاتف الخلوي للشاب الرزقي الذي نفذ العملية في سوسا والذي اتصل بشخص آخر موجود في العاصمة ومن خلال التحقيقات مع هذا الشخص وربط الصلة بأشخاص آخرين ومن خلال معطية الواردة من ليبيا فأنه هناك إمكانية لاستهدف العديد من النقاط الحيوية والاستراتيجية في تونس وقد بلغتهم معلومات عن وجود ثلاثين شخصا من أنصار الشريعة تمكنوا من التسلل العديد من الواقع في تونس وقدموه من ليبيا وهو ما يهدد أمن الدولة بالنسبة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية سيد الكريم كان لفتا أن يستهل الرئيس التونس في خطابه المنتظر خصوصا أنه منذ بعض الظهر والأجواء كلها تشير إلى قرب صدور بيان يعلن فيه الرئيس حالة الطوارئ لكنه بدأ استعراضه أو كلمته بالحديث عن الأوضاع الحياتية والاجتماعية أولا قبل أن يدخل في المهم وهو إعلان حالة الطوارئ والحديث أيضا عن المخاوف والمخاطر التي تتهدد تونس لماذا برأيك اخترى أن ينطلق من هنا من الأوضاع الحياتية والاجتماعية نعم هو بدأ بالتبريرات ليصل إلى القرار اعتبر أنه هناك التبرير اقتصادي وهناك التبرير الاجتماعي وهناك مبرر أمني لا شك أنه في تونس هناك لدى جميع الأطراف اعتقاد أن العديد من الإضرابات خاصة العشوائية أضرت كثيرا بالاقتصاد التونسي خاصة إضراب الفصفات وتحدث عن هذا الأمر والإضرابات التي مست قطاعات استراتيجية تمول اقتصاد الدولة بجزء كبير جدا منها إيقافها سوف يؤدي إلى مشكلة اقتصاد وحالة تفقير في البلاد لأن تونس من المعلومة أنها اقتصادها يعتمد أساسا على السياحة والطاقة والفلاحة بالنسبة للسياحة يبدو أنها تراجعت كثيرا خاصة بعد ضربة سوسا بالنسبة للطاقة هناك مشكل فصفات وهناك مشكل ما يطرح حول بعض الشركات البترولية والأزمات المتتارية ثم مشكلة الفلاحة التي تعرض في كثير من الأحيان إلى عملية حرق في حقول كبيرة أو إشكالية متعلقة بالطبيعة إلى خير يعني أن الدولة التونسية في أمام صعوبة اقتصادية كبيرة سوف يكون لهذه الصعوبة الاقتصادية إذا تواصلت الهجمات الإرهابية حالة من الخطر الذي يهدد كيان الدولة وأي صعوبة اقتصادية مع الاضطرابة الأمنية لا شك أنها ستؤدي إلى انفلات اجتماعي والانفلات الاجتماعي هو أكثر العناصر التي كنت هددت إلى الدولة إذا اجتمعت مع الهجمات الاقتصادية ومع الهجمات الارهابية نفهم من كلمك سيدك أن الرئيس كان يخاطب أيضا عقول التونسيين قبل أن يعلن حال الطوارئ على كل حال الدستور التونسي كيف ينص على إعلان حال الطوارئ وما هي المبررات تقرير عمر كايد قانون الطوارئ في تونس أقره الرئيس الأسبق الحبيب برقيبة عام 1978 يعلن في الحالات الاستثنائية حين يحدث خطر داهم يهدد كيان البلاد وأمنها مدة الطوارئ أقصها 30 يوما ينص القانون على منع تجول الأشخاص والعربات ومنع كل إضراب أو اعتصام حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ يتيح القانون للسلطات الأمنية تفتيش المحل في الليل والنهار في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية يمكن لوزير الداخلية أيضا أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين كما يمكن أن يأمر بغلق قاعات العروض ومحال بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مؤقتا مهما كان نوعها كما ينص القانون على حجر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك والحجر على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية كما يتيح القانون اللجوء إلى تسخيل الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة سيد منجي بعدما استمعنا لما قالوا زميلنا قالوا زميلنا عمر في هذا التقرير عن الإجراءات التي يجتمل عليها قانون الدستور في شأن حال الطوارئ هل يتوجب على التونسيين أن يقلقوا ربما من إجراءات استثنائية أكثر تشددا ربما تضيق أيضا على الحريات رغم تعهد الرئيس التونسي باحترام الحريات حرية التعبير وحرية الصحافة نعم أولا هناك نقاش قانوني حول ما إذا كان قرار أعلان الطوارئ يعود إلى سنة 1978 قانون 78 لأن هذا القانون ألغي بإلغاء الدستور القديم لأن الدستور الجديد هو الذي ينص على حق رئيس الجمهورية في أعلان حال الطوارئ إذا كان هناك خطر داهم بالبلاد على كل الإشكال في أنه في تونس هناك درجة وصلها التونسيون من حري التعبير يعني مباشرة بعد أعلان حال الطوارئ هناك انقسام داخل الفضاءات الافتراضية نقاشات حول من هو مع حالة الطوارئ ومن هو ضدها وهناك نقاش يعني كبير بين الطرفين يحتدم أحيانا ولكن بالنسبة للصحافة حقيقة هناك إشكال كبير لأنه هناك من يمارس حرية الصحافة بمسؤولية ووفقا لأخلاقيات المهنة ولكن لأسف شديد في تونس هناك ظاهرة مقلقة وهي وجود تجمعات ولوبيات في بعض التموقعات العالمية مرتبطة برأس مال فاسد أصبح هناك رجال أعمال يوظفون مؤسسات أعلامية وصحفيين لتسفيط حسابات وللترويج لتصورات يعتقدها جلو تونسين بأنها إرهابية هناك انفلات في المشهد العالمي ليس المطلوب من السلطة نعم سيد موجي لو سمحت لي فقط فيما تعلق بما قاله الرئيس التونسي حول الحريات هل هي يعني هل يمكن أن تكون دعوة إلى الصحفيين من أجل الرقابة الذاتية حتى لا تضطر الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتشددة ضمن ما يسمح به الدستور وحال طوارئ لا هو ربما المطلوب من الصحفيين هم الصحفيون منخرطون الصحفيون المنخرطون في النقابة الوطنية الصحفيين تونسيين هناك موقف تم اتخاذه جميعهم منخرطون في الحرب ضد الأرهاب ولا وجود الاحياد في الحرب ضد الأرهاب الإشكال هو في بعض الانفلتات في وسائل الإعلام غير الخاضعة للرقابة المهنية إن صح التعبير غير الخاضعة لانتماء في نقابة الصحفيين بعض المؤسسات المنفلتة هذه مرتبطة بمصالح سواء في ليبيا أو بمصالح رجال أعمال وهي تمارس وفقا تمارس لأجندة معادية أحيانا لسياسة الدولة ولكن الأكيد بالنسبة للصحفيين وجل صحفيين في تونس هم يمارسون حرية الصحفي في ظل موقف أخلاقي إيتيقي هناك ميثاق شرف لنقابة الصحفيين هناك هيئة عليا للهيكا تراقب الاتصال السمع البصري تم الإعلان مؤخرا من قبل الهيكا المهنية عن بعث مجل الصحافة سيتولى التعديل الذاتي والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المكتوبة يعني أن المشهد الصحفي هو منتظم في الجانب السمع البصري ومنتظم ذاتين في الجانب المكتوب وبالتالي لا خوف على حريط صحافة في ظل هذا الالتزام الأخلاقي هذا مطمئن سيد مونجي هذا مطمئن أمر مطمئن أريد أن أسأل نقطة أخرى توقف عندها الرئيس التونسي عندما قال نحن في حالة حرب لابد من تعبئة شعبية من أجل مواجهة هذه الحرب كيف يمكن للشعب التونسي أن يعاون أو أن يقدم المساعدة للدولة من أجل مواجهة هذا الإرهاب القادم على ما يبدو من وراء الحدود نعم الواضح أن التعبئة الشعبية هذه كلمة مهمة جدا وهي كلمة مفتاح لأن هناك واقع في تونس أن بعض الأشخاص وبعض المجموعات إن صح التعبير وبعض الحقوقين هم يدافعون عن تصورات ومواقف إرهابية تحت شعار حقوق الإنسان وتحت شعار الضمنات الواجبة وهناك توطع حتى أن تم كشف مؤخرا عن تورط حقوقي بتسريب ملفات تحقيقية أصلية لإرهابيين هناك دفاع في شبكة الانترنت اعتبار عملية سوسة هناك من وصفها بالعملية المباركة وما زال يعلن اسمه يعني التعبئة العامة في البلاد لابد لكل مكونات الشعب التونسي وفئاته أولا أن تقدم المعلومة للدولة حول أي نشاط أي شبهة إرهابية ثانيا أن تنخرط فعليا في مستوى الأداء المدني من جمعيات ومنظمات واتحادات في دعم حرب الدولة ضد الإرهاب وكل ما من شأنه أن يواجه هذه المجموعات الإرهابية على المجموعات الشعبية والاتحادات والمنظمات والهيئات المهنية والهيئات المدنية أن تساهم في هذا المجهود دفاعا عن الدولة وليس دفاعا عن الحكومة لأن الكيان المهدد اليوم هي الدولة إسقاط الحكومة يمكن تعويضها بأي حكومة أخرى إلا أن إسقاط الدولة لا يمكن تعويضها بأي شكل وهو ما حذر منه على كل حال الرئيس تونسي الباشي قايد سيفسي عندما حذر من احتمال أن تنهار الدولة إذا ما تكررت هذه الاعتداءة الدمية على كل حال سيد منجي الخضروي شكرا لك الكاتب في صحيفة الشروخ التونسية والمختص في الشؤون القانونية كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك سيدي الرئيس المصري يقوم بزيارة مفاجئة لشمال سيناء لتفقد جنود القوات المسلحة وللاطلاع على آخر تطورات في المنطقة التي شهدت أحداثا دامية الأسبوع الماضي زيارة فيها الكثير من الرسائل تقرير جراسي بيطار الشكل سبق المضمون في قوة الرسائل التي رشحت عن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شمال سيناء فرسالة الزي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية جاءت مدوية من الأرض التي تنهكها الهجمات الإرهابية صحيح أن السيسي أراد أن يقدم التحية العسكرية لعناصر الجيش المصري وضباطه في سيناء ولكنه أراد أيضا أن يقول أنه ماضي في الحل العسكري إلى آخر المطاف قالها صراحة فيما بعد عندما أكد أن الجيش المصري مستعد لمواجهة ألف هجوم مماثل لما سبق ربما زيارة السيسي لم تكن معلنة وفاجأت بالتالي الكثيرين ولكن لا مفاجآت على صعيد الموقف الرئاسي المصري حيال سياسة التصدي للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها كمائن الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد والعريش في شمال سيناء ففي الداخل تصادر وزارة الأوقاف كتب قادة الإخوان المسلمين التي تغزو المساجد على اعتبار أنها وكما تقول الحكومة المصرية تشجع على التطرف والعنف أما على الحدود فالمسألة شائكة لسيما من جهة الحدود الليبية مستشار في الجيش الليبي يكشف أن عشرات المسلحين من تنظيم داعش دخلوا إلى دول الجوار بما فيها مصر عن طريق البر أو البحر في الشهرين الأخيرين الأسوأ في المشهد الحدودي اللا تفهمات واضحة بين دول الجوار على الملف الليبي العنف يعصف في الفترة الأخيرة مصر وتونس حيث الرعاية الأبرز لمتطرفين من ليبيا وخصوصا قرب المناطق الحدودية مثل درنا من جهة مصر وصبراطا من جهة تونس والخشية من عودة المتطرفين إلى أوطانهم للانتقام الجيش المصري يقول إنه يقوم بتأمين الحدود وأن هناك تعبئة كاملة من الجانب المصري لكن التقارير الأمنية تشير إلى أن المتطرفين في ليبيا يضعون أيديهم على مخازن ضخمة من الأسلحة من مختلف الأنواع ولديهم معرفة بدروب وطرق التسلل والتهريب إلى الداخل المصري إنها الحرب يقول مسؤول رفيع في الجيش المصري ولان إلى فقرة ماضي حضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة